اهلا بكم طلبة تانية ثانوي احنا النهاردة هنتكلم في unit 4 lesson 2 الcosine law في الدرس ده احنا هنتكلم ايه هو الcosine rule ازاي ان احنا بنقدر نستعملها في ان انا نسول في بعض ال triangles وايه هي ال real world usage بتاعتها اول حاجة معنا هي statement وال proof بتاعت الcosine rule ال triangle اللي قدامنا ده هو ABC زي ما احنا شايفين برضو احنا عاملين هنا نفس ال practice بتاع الدرس اللي فات ان احنا مسميين side اللي قدام انجل C C small قدام انجل A A small قدام انجل B B small كل اللي احنا هنعمله ان احنا هننزل perpendicular من C اسمه CD على AB وال perpendicular ده بنقدر على كده ان احنا نستعمل ال Pythagorean theorem على ال triangle الصغير ده فتكون كل ايدي انه A squared equals هنا دي هتكون B sine A واللي تحت هنا B cosine A فهو هيسوي B sine A squared plus هنا هيكون عندي C مع S B cosine A فردو squared يعني ده squared بلس ده squared فهذا هيسوي B squared sine squared A plus C squared plus B squared cosine squared A minus 2 B C minus 2 B C cosine A فبدين B squared sine squared of A لا اي قيمة اي انجل sine squared of X plus cosine squared of X دايمان وان يعني الرول دي معروفة من الترغينامتري فعشان كده دي كده بيسوي B squared plus C squared minus 2 B C times cosine of A وده هو A squared وهو ده شكل الرول بتاعنا الرول ده بيعمل حاجة مهم خالص ان هو لو انا عندي لو انا عندي اتنين sides والانجل اعطر ان انا اجيب الـ side الثالث طيب احنا بردو ممكن نستغله في ان احنا نجيب الانجل لو احنا معنا التلاتة sides بمعنى ان احنا ممكن ناديها النحي الثانية كده a squared minus B squared minus c squared equals negative 2 B C cosine A لو أسمنا على ناجات في 2BC هيجيلنا أن Cosine of A equals B squared plus C squared minus A squared divided by 2BC وده الشكل الثاني من الرؤون طبعا هنا ده ممكن يطبع على A ممكن يطبع على B ممكن يطبع على C لما نغيره هنبدل الحروف بالحروف الثانية يعني المناسبة له اوكي إجزامبل 1 بيقول لي Find the measure of the greatest angle in triangle ABC لو A بتساوي 4.6 B بتساوي 3.2 C بتساوي 2.8 طيب المasurer بتاع the greatest angle دائما بيبوتهم أكبر سايد فأكبر سايد هنا هو 4.6 يعني الأنجل اللي احنا عايزينها هي أنجل A فإذن Cosine of A بيساوي B squared plus C squared minus A squared divided by 2BC يعني هيساوي 3.2 squared plus 2.8 squared minus 4.6 squared divided by 2 times 3.2 times 2.8 الوه هيساوي negative 0.17 يعني A تقريبا بتساوي 100 degrees بيساوي example 2 بيولنا نسول for triangle ABC in which A بتساوي 11 B بتساوي 5 ومسور angle C بتساوي 20 و هنا مديني A بي ومسور angle C أنا جيب تالت سايد C squared equals A squared plus B squared minus 2 AB cosine of C يعني هيساوي 11 squared plus 5 squared minus 2 times 11 times 5 cosine of 20 degrees ومعنا هيساوي 6.5 سنتيمتر فكده احنا معينا لو بصينا على triangle ABC راحنا معانا هنا 11 هنا 5 هنا 6.5 ومعانا هنا 20 فاضل A و B ممكن نجيبهم بسهولة بالsign low انهم ما يساوي يكون عندي sine B divided by 6.5 equal sine A divided by 11 equal sine 20 divided by 5 فاحنا معانا السايد ده نقدر بالcross multiplication نجيب A ونجيب B example 3 بيقول لنا solve the triangle ABC in which A بتساوي 9 B بتساوي 7 و C بتساوي 5 وهنا مديني التالتة sides قدر اجيب الانجل اللي انا حبيبها انا هجيب cosine A هتساوي B squared plus C squared minus A squared divided by 2 B C يعني هتساوي 7 squared plus 5 squared minus 9 squared divided by 2 times 7 times 5 دي اللي هي equal negative 1 over 10 على كده A approximately equal 95 degrees 44 minutes نقدر ان احنا نستعمل الساين لوه علشان نجيب B و C إنو sine of 95 degrees 44 minutes divided by 9 equal sine B over 7 equal sine C over 5 بقرص multiplication نجيب sine B equals 7 dot sine 95 degrees 44 minutes divided by 9 و sine C equals 5 dot sine 95 degrees 44 minutes divided by 9 بالكالكالكليتور نقدر نحسب دول approximately equal كام و نقدر منهم ان احنا نجيب B و C sine inverse على الكالكليتور احنا برضو هنا حيكون عندنا هو مديني A و مديني B و مديني 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 angle A نعنى كده هنا عندي 6 squared equals 7 squared plus C squared minus 14 بي cosine 30 degrees of C يعني 6 squared minus 7 squared root 3 C minus 13 equals 0 نقدر ان احنا نحل المعادلة دي على الكالكليتور بما ان هي quadratic equation او نحلها بالquadratic formula قد تطلع C equals 10.93 او C equals 1.188 الحقيقة ان احنا كده معناها ان احنا عندنا اتنين triangles دي كانت المشكلة اللي هي كانت في الدرس بتاع الساين rule ان انا بيعندي ambigual situation في ال cosine rule احنا نقدر ان احنا نريزولف الموضوع ده بطريقة algebraic انه هنا بيجيب لي القمتين اللي ممكن سي تاخدهم وعلى اساس بقمتين دول بعمل اتنين triangles مختلفين عندي هنا A,B,C وعندين 30 وعندين قدام C هيكون عندي 10.93 وعندين هنا 6 وهنا 7 قدر ان انا استعمل الساين لهو عشان اجيب B و C زي ما احنا شوفنا في ال examples اللي فاتت ونفس الكلام هنا يكون عندي بردو A,B,C لكن هنا تكون 1.188 minus 7 minus 6 وعند بردو 30 اقدر بردو ان انا استعمل الساين لهو عشان اجيب B و C الاثنين triangles دول triangles مختلفين فإذا ان اتنين solutions لو طلع لي هنا رقم positive يبقى ذا بيمثل triangle مختلف اجزامبل 5 بيقول لنا in triangle ABC A equal 63 B minus C equal 27 والبرامتر 140 سنتيمتر ده معناه ان هو بيقول لي A equal 63 سنتيمتر B minus C equal 27 سنتيمتر البرامتر ده اللي هو السم بتاع length تاعت الساين الثالثة اللي هو A plus B plus C يعني هو بيقول لي A plus B plus C equals 140 يعني B plus C equals 140 minus 63 اللي هو بيساوي 77 كده احنا هنا عندنا اثنين equations اثنين unknowns B minus C equal 27 و B plus C equal 77 نقدر نزود الاثنين على بعض فاجلنا ان اثنين B equals 104 ده معناها انه B equals 52 سنتيمتر ف52 plus C equals 77 معناها ان C equals 77 minus 52 ان هي بتساوي 25 فاحنا كده جبنا B و C بيقول لي هاتلي الماجر بتاع smallest angle في التريانجل احنا عندنا B equals 52 C equals 25 و E equals 63 smallest measure هتكون قدام اصغر side فهي هتكون قدام C فهي بالتالي هي angle C نقدر ان احنا نجيب angle C بالقوسين rule انه قوسين angle C equals A squared يعني 63 squared plus B squared اللي هي هتكون 52 squared minus C squared اللي هي minus 25 squared divided by 2 times A times B وناخد cosine inverse اللي هيطلع ده بتطلع في الاخر ان measure angle C بتساوي 22 degrees 37 minutes example 6 بيقول لنا find measure angle C B D اللي هي دي و measure angle B C D اللي هي دي ok مبدايا احنا هنا كده في triangle A D B عندنا D 50 degrees D 65 degrees نقدر نجيب التالتة اللي هي 180 minus 50 plus 65 اللي هي 180 minus 150 اللي هي بتساوي 65 degrees فهنا بردو عندنا 65 degrees فبمعن دي 65 دي 65 احنا شايفين خالص التريانجل ده isosceles يعني فدي بردو 22 بقى انا عندي كده تلاتة sides في التريانجل ده انا عرفهم فاضل ان انا استعمل ال cosine له فنجيب انه cosine angle C بيساوي A squared plus B squared minus C squared divided by 2 AB يعني 18 squared plus 25 squared minus 22 squared divided by 2 times 18 times 25 اللي هو approximately equal 0.517 معنى كده انه angle C بتساوي 58 degrees 53 minutes طبعا بما ان احنا معنا angle C وعندنا side اللي قدامها وعندنا side اللي قدام angle B نقدر ان احنا نستعمل sine low عشان نجيب angle B in summary احنا النهاردة اتكلمنا عن cosine low وتكلمنا عن ازاي ان احنا نقدر نستعمله عشان نسول for unknowns جوا triangles as an exercise عايزكوا تحلولي ال exercise ده ان احنا نسول for triangle ABC D 131 degrees يعني اللي فوق دي مش 0 دي مقرد degree وهنا 13 cm هنا 8 cm ياريت تقبولي BC وانجل ABC وانجل ACB وتسقولي الانسر ستقبولي وانجل همه رفع الانسر وانجل اشتركوا في القناة